الإجابة على الاستثار بخصوص فيروس الإيدز الـ HIV السلام عليكم معكم الدكتور هلال يارب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال الإجابة على الاستثار بخصوص فيروس الإيدز الـ HIV حسب ما جاء في الموقع بتاع الدكتور هلال اللي الرابط بتاعه ظاهر قدامك هو الموضوع ده هتلاقوا تحته طبعا مجموعة من الفيديوهات عشان تسهل يعني في أوله كده بيقولك حط المعلومات بتاعتك عشان نعرف نجاوب إجابة يعني إيه مناسبة لأن الإجابة للسن الكبير غير للسن الصغير المتجوز غير العازب الولد غير البنت وما إلى ذلك فبتحط المعلومات بتاعتك وبعدين قبل ما تحط السؤال وبعدين بتشوف الفيديوهات الخاصة بالإيدز جمعنا هلك كلها تحت القسم عشان ما تقعدش تتعذب وتدور عليها لكن ما بقلكش حجة بقى تتفرج عليها كلها مش تاخد منها كلها نص ساعة قبل ما تبتدي تسأل السؤال سيانة إذا كنت تسأل هنا على الموقع أو هتسأل بصورة مباشرة على الواتس أب ورجاء اللي يسأل على الواتس أب ده بيعتبر تواصل خاص وبيستهلك وقت مننا فاللي يسأل سؤال يسأله كامل واضح ونجاوب إحنا عليه بجاوب عليه مرة واحدة ورجاء إنه ما يعيدش الأسئلة مرة تانية ده باستثناء الناس المشتركة في الموقع اللي هم إيه أفضلية طبعا ولي هم أولوية في السؤال أكتر من مرة فهنا اهية زي ما شايفين كده الفيديوهات الخاصة بالإز تشوفوها كلها قبل ما تسأله وبعدين تحط السؤال بتاعك خلينا هنا نشوف الأسئلة اللي جات خلال هذا الفطرة الأخيرة واحدة هو نوفمبر 29 اسمه عزيز السن 40 سنة ذكر الوزن 60 كيلو الطول 188 طبعا الوزن قليل بالنسبة للطول الإشارة وزنها كذا من الصغر يعني هو وزنه كده طول عمره يعني عده كده نحيف وأنا ضعيف يعني هو ضعيف الجسم السلام عليكم يا دكتور أنا سويت علاقة جنسية قمت فيها بمصر وبعد بعد ايه بعد ثلاث وبعد ثلاث شهر مرد ذهبت عند الطبيب وصف لي دواء مضاد مضاد بالدال يا عزيز مضاد حيوي مضاد حيوي وحبوب خدت الدواء بعد ذلك ذهبت بمحضة رطي إلى جمعية خاصة بالسيدة بالاتش اي في يعني سويت فحص عندهم قالوا لي انت سليم يعني سبحان الله هو طبعا أخونا لو كان قرى شاف الفيديوهات كان عارف ان ان الطريقة اللي هو بيحكي عليها ديت اللي هي مص السدر دي ما فيهاش لا تنقل العدوى سويت فحص عندهم قالوا لي سليم وانا نسيت اخبار السؤال هو هل تناول دواء يؤثر على التحليل طبعا برضو السؤال ده جاوبنا عليه كتير جدا وانا ما فيش اي حاجة بتأثر على التحليل لو كان التحليل سلبي فقط التحليل ايجابي هو اللي بنعيده بتحليل اخر كونفروماتوري تيست عشان نعرف نتأكد انه ايجابي لكن مضادات حيوية اي مرض لا يؤثر على نتيجة التحليل السلبي واظن كده يعني نتمني ان انت تبطل حيرة واظن حبيبنا عزيز تواصل مع الواتس اوب بكذا مرة ويعني يلا اهو سأل تاني هو تسعة ونفمبر ربنا يستروا ما يعدش يسأل تالت ورابع وخامس ليس العمر تسعة وعشرين سنة ذكر وزنه مية وخمسة طوله مية وثمانية وتمانين يعني برضو وزنه زيادة شوية زيادة يجي عشرة خمسة عشرة كيلو خمسة اردن عازم كويس اوي ايه بقى المشكلة ااااااا قبل شهرين بالضبط قمت بعمل مساج بودي تو بودي يعني جسم الجسم المساج يعني ماشي اقرب للممارسة الجنسية ده مع فتاة سيوية وكان هناك كشط في الجلد غير نازف كان عنده جرح في منطقة البطن احتك بسبب احتكاك الحزام عشاء هل إذا لامس مهبل الفتاة أو إفرازات المهبل هذا الكشط بيبقى فيها مهبل وإفرازاتها تقول مارست الجنس وخلاص المهم لا ما يسببش إفرازات المهبل لما تيجي على البطن وعلى جرح ما تنقلش احنا قلنا نقل الأيدز يتم فقط عن طريق الممارسة الجنسية الكاملة أو نقل الدم بعد العملية إياها ظهرت أعراض نفس الموضوع برضوها تلاقي الأعراض هي اللي شغلها وقلنا قبل كده أن الأعراض ليس لها إلا قيمة واحدة إن هي بتقول روح اعمل التحليل عملت التحليل وطلع سلبي خلاص نرى الأعراض دي سببها إيه تاني مش سبب الفيروس قاعد يذكر كل الأعراض اللي عنده هل التهاب الحل والغودد يسبب الارتداد ارتداد من ريجيرج أم أن هذه الأعراض لا طبعا ديت مش أعراض لأن أنت عملت تحليل أو لا لو ما عملتش تحليل روح اعمل تحليل وخلص نفسك لأن التحليل هو ولو إنه هيطلع سلبي أنا متأكد إنه يطلع سلبي لكن هذه الأعراض ليست لا دليل على الإيه لأنه ما عندكش إيه لأن الطريقة اللي بتحكي عليها ديت بودي تو بودي ولا مش عارف إيه ما بتنقلش الأيدز وأنا دكتور مصاب بفوبيا هذا المرض من أربع سنين وكنت أحلل باستمرار لكني خايف من التحليل لا يا أخي حبيبي ما تخافش مش هيطلع التحليل في حاجات لا سلبي ما تخافش جاوبنا طبعا هوت وقلنا له ما تخافش وما فيش مشكلة اللي بعده سلام يا دكتور أنا كمال من الجزائر والله الوسواس قاهرني وتقبيل فقط تقبيل فقط خلاص يا سيدي تقبيل فقط ما بينقلش الأيدز ومع ذلك عمل فحصين عملت فحص عمل فحص والفحص بتاعه سلبي ماشي الفحص أهو عمله الراجل ووضح إنه إيه سلبي بس الصورة صغيرة قاوي هي ما بفتحها عندك على الموقع بتبقى واضحة الفحص صلبي والراجل سليم ما فيهوش حاجة ماشي طيب ردت عليه قلت له برضو التقبيل فقط ما يحتاج عمل أي أنا يعني هو على فكرة أنا مجاوب على الأسئلة اللي بيقوله أنا بحط أسئلة في الموقع وما مردش عليها أنا هو ما خدت شبالي إن أنا مجاوب قبل كده وأنا بعمل الفيديو لقيت نفسي مجاوب المهم نعيد الإجابات تانية محمد السلام عليكم دكتور مارست مع امرأة بالواقم لمدة 15 ثانية هو طبعا بخصوص الأسئلة أنا عارف إن الناس بتستسهل وتروح تضرب على الواتس أب ببلاش طبعا الواتس أب وتتصل وتسأل ماشي أنا أحب أقول لكم اللي بيتصل على الواتس أب ده كأنه بيخبط على باب العيادة عندي أو بيخبط على باب بيتي بياخد مني وقت ربما أكتر من المريض اللي بيجي على العيادة فأرجو يعني الإخوة إياهم يكونوا حساسين شوية في الموضوع ده محدش يتصل بالواتس أب إلا الإخوة المشتركين في الموقع رجاء ويتصل ويقول أنا أصل حطيت السؤال على الموقع وأنت ما رديتش طب ما هو أنا برد على الأسئلة هو لقيت نفسي رادد على الأسئلة تقريبا أو حتى ده كمان ردد على السؤال بتاعه بيقولي بقى مارست مع امرأة بالواقع لمدة 15 ثانية حتى الإنزال ما هي خطورة هذا الموقف طبعا ينقل الإيدز لو عندها إيدز هل يحتاج أعمل فحصات طبعا تحتاج تعمل عشان تتطمن أنك ما فيش مشكلة عندك والممارسة بدون واقع حتى لو الشريكة عندها الإيدز فنسبة انتقال لا يا حبيب نسبة الانتقال 132 في الألف يعني 13% تقريبا لو من غير واقع بس أنت بتقول عملت ممارسة بالواقع أنا ما خدتش بالي عمل ممارسة بالواقع يبقى إذن ما فيش احتمالات نقل الإيدز ماشي لكن لو الآن اعمل التحليل جوابته بالواقع لمدة 15 ثانية كذا لا توجد أي خطورة على الإطلاق طيب بعدين عندك هادي زهير هادي أنا عملت تحليل بي سي آر بعد 120 يوم من التعارض والنتيجة كانت سلبة طيب الحمد لله ولكن في بعض المواقع يقولون هذا التحليل قطعي في الفطرة القصيرة لا ده تحليل بي سي آر انت ملغبط في تحليل الكمبو من دخول الفيروس البي سي آر بيبقى موجود طول ما الفيروس موجود المشكلة ان انتو بتقرؤ بعض الاخوة بيقرأ في المواقع النت وما يستوعبش الكلام المكتوب كذا مرة واحد يقول لي كذا 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 اقول له طب ابعتلي اللينك يبعتلي اللينك ألاقي هو فاهم غلط الكلام المكتوب غير الكلام اللي هو فاهم ففي الغالب هو ده اللي بيحصل لان اللي بيقرأ بيبقى عنده وهم معين فما بيقرأ بيمكن ما بيشوفش غير اللي في دماغه المهم قلت له الناس بتعمل التحليل السهل والرخيص وهو المضاد الاول لكن طالما عملت هذا التحليل وكان سلبي غير الطم يعني التحليل سلبي خلاص مفيش مشكلة التحليل بتاعك اكيد ومش عايز اه لا ومش عايز ترجع تعمله تاني اه عملت فحص تقريبا هو هو محمد دبان مش عارف اللي قبل كده كان اسمه محمد لا ده الاسمه زهور لا ده محمد عملت تحليل HIV واحد سيم ده الكمبو HIV one two سيم ايه تقريبا الكمبو كانت النتيجة سلبي فقال النتيجة قطعية بعد كام 62 يوم انا قطعية طب وممكن وممكن تشرح عن هذا لان بصراحة عرف الالايزة والكمبو والبي سي ار طب يا اخي يعني اكتب السيم ايه في الجوجل وهتلاقي الشرح كامل عندك هتلاقي صفحات طويلة لكن ده نوع من انواع الكمبو الجيل الرابع ده نوع من انواع الجيل الرابع هو السيم ايه ده جهاز بيعمل التحليل نفسه بيبقى كتوب فيه اذا كان ده عن المضاد نفسه ولا عن المضاد زاد الانتشين التقرير نفسه لو بصيت في التقرير هتلاقي النتيجة عندك فردت علي قلت له التحليل ده لو كان هو مش عارف المضاد ولا طب ما الاسهل يعني انت عملت تحليل ومش عارف المضاد ده مضاد ولا الايزة ولا انهل اسهل ليك تبعت لنا السؤال غايبا كده حتى من غير ما شوف تقرير بتاع التحليل والورق التحليل ولا الاسهل ليك تتصل بالمختبر اللي جنبك اللي انت عملت فيه التحليل وتسأله يعني بالمنطق لو اتصلت بالمختبر اللي عاملك تحليل هيشرحلك ده انت عامل تحليل ودفع فلوس يعني هيشرحلك ويشرحلك ويشرحلك مش كده ولا ايه المهم قلت له ايه بعت نتيجة التحليل عشان ايه اعرف تقريبا هو ده اللي بعت نتيجة التحليل بعد كده محمد كل هذا التواصل لو أنت كلفت نفسك أسهل لك ترفع سماعة التليفون وتتصل بالمختبر اللي عمل لك التحليل طبعا التقرير مكتوب عليه التليفونات وكل حاجة من السألة جدا يشرحوا لك ده إيه وإيه ده إيه وبعدين فيه أخه هو كمان تذكر 173 التول 90 العمر 22 السلام عليكم دكتور عندي استفسار عن عندي ابن عمر غير بالغ سوى علاقة مع شخص غير بالغ ما شاء الله معروف الشخص أنه أشخاص وجد عمله الفحيشة هل من الممكن يكون معه HIV؟ والله يلا هو أعلم يعني هخم من أنا ولا إذا حجة ولا حج يعني أنت بتسألني الشخص اللي عمل معه ممكن يكون عنده HIV؟ الله أعلم أعرف إزاي عنده HIV ولا معدوه وقال ابن عمي آه ابن عمي هو بيسأل عن ابن عمي والله لطيفة جدا عمرك 22 سنة وابن عمك هو اللي عمل الفحيشة دي مع شخص تاني وابن عمك جيه حكالك الحدوتة مش كده وقال لك اسأل لي ماشي بنبلحها ما فيش مشكلة هو طبعا ابن عمك ممكن يكون مصاب والله أعلم يروح يعمل التحليل عشان تطمئنه وخلاص والله ابن عمك هو الفاعل هو اللي مفعول به وابن عمي هو الفاعل والله ابن عمك بقى كان الفاعل ولا مفعول به ولا المنصوب ولا المكسور يروح يعمل التحليل عشان تطمئن قلت له الإصابة ملاش علاقة بالعمر وإيه تروح تعمل التحليل أحسن عشان تطمئن محمد علي السلام عليكم دكتور عندي ابن هو برضو محمد علي ابن عمي علي عباس السلام عليكم دكتور محتاج أعرف هزا الفحص من اي جيل رابع ولا تالت برضو نفس السؤال وكان ممكن الاجابة عايزة عيدها ان هو كان ممكن يشوف عامل السؤال انا ردت عليه تقريبا ردت عليه وهو فين صورة الفحص يعني قلت الفحص بعد صورة الفحص وهو بيقول لي ده ايه ده كيل تالت ولا رابع الفحصة هو الدكتور مش عارف ايه ايه وعمل لك اتش اي في تيتر ده مضاد تالما اتش اي في تيتر وطلع نيجاتيف 29% نيجاتيف اقل من واحد سليم يعني ده نيجاتيف والبوسطف لما يكون فوق الواحد ده نتيجة سلبي وده تتري يعني مضاد ضحال واذا ما قلت قبل كده يعني حبيبنا ده كان من السهل ان هو يسأل المختبر ويوفر عليه الانتظار لكن انا جاوبت هو في نتيجة سلبي ودي نتيجة المضاد وطبعا تاريخ عمله من تاريخ تحمل احتمال الاصابة يدبنى على اذا كان دقيق ولا محتاج تعد 21 سنة ده مين ده سالم 21 سنة 176 التول للوزن 65 عملت فحص كومبو بعد العلاقة بواقي زاكر والله تلاهم اعمل بواقي زاكر انا ما كنتش مفروض تعمل اي فحص لكن يلا عشر تيام لقيت عشر تيام بدري سلبي بعد ست اسفيع ماشي تلع برضو سلبي وبردو تلاتة وسلبي ولو عملت مليون مرة هيطلع سلبي انت عمل علاقة بواقي زاكر بكم يوم جاني اتوقع هيربس في الشفاء بالصراحة انا ما كشفت وعتقد انه مش اول مرة اجيني الهيربس بس زمان قبل العملية السودة اللي عملتها ما كنتش بهتام فيه لكن بعد عما حصلت لهذه التجربة صرت اقرأ المهم سؤالي هل للهيربس الفامه لا علاقة بالايدز لا ما ده فيروس وده فيروس ماشي يقول هيربس الفامه يعني ممكن يكون غير جنسي ممكن ينتقل عن طريق اي ملامس مع القلب ان ما قمت بالتقبيل بجميع اشكاله ولا لحس ولا شم ولا اي حاجة وبس هنا الشيء مخليني قلق شوه لما انت حبيبي عملت تحليل يعني اول حاجة هيربس فيروس واله اي فيروس تان وانت عملت تحليل وطلع سلبي فانت بتسأل علاقة بينهم ليه قرايب مش قرايب بالمهم التحليل بتاعتك سلبي وخلاص ماشي لكن هو ايه ده فيروس وده فيروس لو نفترض ان الهيربس الفاموي ده جاني من العملة المنيلة ماشي كويس انك عارف انها عملة ممنيلة ازاي ييجي في منطقة الشيفة بيجي في اي حت ما انت ممكن انت بتقول له طيب انت بترد على نفسك بقى صح يعني اذا انت بترد على نفسك بتقول له مش عارف لا قبلت ولا غير فازاي يجيك في الشيفة لانه هو مش مش الهيربس الجنسي ماشي يا حبي هل الهيربس الفاموي لا يوجد علاقة هذا فيروس مختلف ده اجابة لي المختصر ويكون انتقل باي طريقة اخرى ممكن الهيربس يكون انتقل بطريقة تانية غير اللي سعدتك الان منها عمري تلاتين سنة هل تحليل HIV انتيبودي قاطعي بعد السنة طبعا قاطعي وابن قاطعي كمان احنا قلنا تسعين يوم تلاتة وش فبعد سنة يعني خلاص ما فيش وعملت تحليل مش عارف ايه وطلع ايجابة هل RF روموتاد فاكتور يعني ولا وطلع ايجابة هل هذا يعني ممكن جهاز المناعة مششغال لا ال RF مش معنى ان جهاز المناعة مششغال ال RF ده روموتويد ما عرفش يعني هل هل يقصد RF روموتاد فاكتور ولا ايه يعني امتهالي لو بعدت التحليل اه ممكن تجاوب يا دكتور طبعا بجاوبتش اول مرة لان ما فيش هجاوب على ايه ما فيش عندك تحليل انت بعته نفهمه وبعدين انا جاوبتها بالنسبة للمضاد الحياة وبالنسبة للمضاد الفيروس بتاع ال HIV مدة سنة والقاطع ما فيش نقاش اما التحليل التاني ما عرفش الا لو بعدت صورة التحليل اخر سؤال بقى في الحلقة بتاعت النهاردة من واحد اسمه عبد الكريم السلام عليكم الدكتور لقد عملت تحليل كذا واحد واثنين بعد العلاقة بثلاث شهور طيب والحمد الله سأل خلاص سأل بالحمد الله وستة شهور طيب هل احتاج اكرر هذا لحول القاتل هل احتاج اكرر بعد هذه المدة يا اخوانا لو الله لو فيه اللي بيسأل ده تلاقيه ما شاف غير عنوان الفيديو اللي بيسأل ده تلاقيه ما شاف كل اللي بيسألوا دول تلاقيه ما شاف عنوان غير الفيديو اللهم إلا بقى كانوا بيشوفوا الفيديو هما نايمين ولا حال فهل احتاج اكرر لا ما تحتاجش انك تكرر الوسواس قتلني ما عليش ربنا يهون عليك من الوسواس يعني الوسواس انا ما ليش حل فيه ارجوك يا دكتور اجبني ما هو سبب ظهور الحبوب في القدمين عشان تعرف سبب ظهور الحبوب في القدمين لازم تكشف ما انا مش اخمن يعني ايه سبب ظهور هي ما لهاش علاقة بفيروس الايز اذا كنت عايز تعرف ليه علاقة لكن ايه سببها تروح تكشف اذا كانت هذه الحبوب مزعجة يعني تروح تكشف واكيد الدكتور هيقولك ايه المشكلة عندك وبكده انتهت لحلقة النهاردة اللي حبي يبعث اي استفسار بخصوصها لذا الشأن رجاء يبعثوا هيدا في الموقع وما يتصلش بالواتس اوب او اي وسيلة من وسائل الانتصال الله ما الا اذا كان من مشتركي الموقع اما اذا كنت عايز تعرف ازاي تشترك في الموقع فتضغط على الرابط ده بتاع التواصل مع الدكتور هلال هيطلع لك طريقة الاشتراك في الموقع وشكرا لكم جزيلا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشوفكم في فيديوهات اخرى ان شاء الله